المساعدين تمنا عندي العناصر الوطنية اللي تقدر تشيل المنتخب ويبقى عليها اجماع شعبي زي الكابتن حسام حسن النجم الكبير اللي ما كانش اخد فرصته لغير دلوقتي عندنا الكابتن علي ماهر عندنا الكابتن ايمان الرمادي عندنا يعني اسماء كبيرة جدا مش عاوز اقول حد وانسى حد عندنا طارق مصطفى عندنا خالد جلال عندنا اسماء كتيرة جدا في عالم التدريب تقدر اللي احنا نستفيد منها في الفترة دي وبناء عليه كان القرار من الاتحاد المصري وبالاجماع بقولها مرة تانية وبالاجماع عشان اللي عاوز يستطفى في الماء او في الماء العكر لا كابتن حازم امام هو اللي اعلن تعيين الكابتن حسام حسن وجهازه الفني المتخب مصري فاش حد في المجلس اطلاقا اعترض على تعيين التوان لان احنا عارفين ان الكابتن حسام حسن وتوقاموا الكابتن ابراهيم حسن اتنين من هجوم كرة القدم في مصر تاريخ ناصع سواء كان في المنتخب او في الاهلي او في الزمالك او في اي نادي في رحلة الاحتراف الخارجي اللي هم لعبوه اضافة الى ان هم في اي نادي بيتواجدوا فيه بيقدروا يحققوا نتائج مرضية جدا ومع المنتخب الاردني كان لهم تجربة اكثر من رائعة ووصلوا به الى المرحلة النهائية في تصفيات كاس العالم في ذلك الوقت فكان بعد انفضلة ان الكابتن حسام وجهازه هم الانسب لقيرة مصر في المرحلة دي فتم الاتفاق ببساطة جديدة جدا تلاقي بقى الناس عمالة كابتن حسام وافق حبا في مصر على مليون جنيه ما فيش حاجة من دي خالص لقيرة اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها فيش حاجة من دي الناس معجونة بحب مصر سواء كابتن حسام كابتن ابراهيم معهم كابتن طاري سليمان معهم كابتن سعفان الصغير معهم كمان كابتن وليد بد ولسه حيضيف عنصر او اتنين للجهاز الفن وبرضه عاوز اقول لكم للامانة الناس قالك نتشاور في اللي يجي لكن الاتحاد المصري ارتأى ان يد الكابتن حسام حسن الارحية التامة في اختيار اي عنصر يضيفه لجهازه لان الكابتن حسام هو اللي حيقوده الجهاز ما ينفعش اقول له خد فلان او خد علا لا خلي الكابتن حسام يختار يبقى الجهاز بالكامل اختاره الكابتن حسام وبالتالي ان شاء الله يكون ما بينهم التناغم والتجانس ويقدروا حققه النتائج اللي احنا كلنا بنصبه اليه واحنا متأكدين انه هيبقى فيه طفرة كبيرة جدا جدا والجمهور قبلنا في ثقة في كابتن حسام وجهازه المعاون انا على ثقة تمة في ده حصلت وحدث جلسة ما بين الكابتن ابراهيم حسن بالامس واعلننا عنها في وجود الاستاذ جمال علام كان موجود سيد اللوحي المشهور كان موجود السيد محمد ابو الوفا اعضاء مجلس الادارة وكان موجود الكابتن ابراهيم مدير الكورة والكابتن والد بات اتكلموا في معسكر المنتخب اللي حيبقى في شهر مارس الدورة الودية اللي حتقن في الامارات وبعدين دي دورة يعني حيبقى قرع يعني عندك منتخب نوزلندا وكرواتيا وتونس ومصر قرع شفحة قابل مين والفايز قابل الفايز بس حيبقى مباراتين اتنين تجربة مهمة جدا للكابتن حسام وجهازه بان هو يشوف لعبته وتجربته وخططه اللي عاوز يطبقه على ارض الواقع قابل اللقائين المهمين جدا في تصوات كهس العالم في شهر ستة امام بركي نفاسه وامام يوم ستة اعتقد او خمسة وتمانية وبعد كده امام غينيا بسام المباراتين دولت ان شاء الله نفوس بيهم حطت رجل في كهس العالم وضعت قدم في كهس العالم فان شاء الله باذن الله كل الدعم للكابتن حسام وجهازه المعاون بالكامل موسيقى